لقاء مهم جداً النهاردة مع واحد من الترزية انصحها التعبير من أبناء الأهلي اللي تربوا منذ الصغر وكانوا من الشباب اللي دخلوا مجلس الإدارة وهم في العشرينات من العمر وبالتالي أصبح هناك تراكمات إدارية كبيرة جداً وآن الأوان أن يعني يقدموا كل خبراتهم إلى مصلحة ولخدمة نادينا العريق. ضيفي هو الأستاذ إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. أهلا أهلاً بحضركم أستاذ شريف. أهلاً بحضركم بكل العاملين في القناة. أهلاً بجماهير الأهلي العريقة كلها اللي بتتبعنا النهاردة وبنبرك لها على ماتش مبارح الحمد لله وربنا يكملها على خير بإذن الله. وأهلاً طبعاً بأعضاء الجامعية العمامية للنادي الأهلي. اللي احنا هنختص بالحوار معهم النهاردة وحنرد على كل استفساراتهم وحنشرح كل ما تعلق بالليحة اللي كلنا مع بعض بذلنا مجهود عشان تطلع بالمنظر المشرف اللي طلعت به ونرد على أي استفسار أو أي شكوك أو أي حد لو لسه متأرجح في رأيه أو عايز يعرف عن حاجة معينة. إن شاء الله ربنا يوفقنا في حلقة كويسة بإسم الله. إن شاء الله إن شاء الله. البقاء الله كمان في العظيم الراحل كابتن عادي الهيكل. يعني الذي رحل عن دنيانا بالأمس. بندوى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم لوي الصبر والسلوان قيمة وقامة كبيرة. طبعا. كنت نعادل من الناس. يعني الواحد تربى على أديها جوه النادي. وعارف يعني إيه نادي الأهلي وإيمة نادي الأهلي. حب نادي الأهلي. ربنا يرحمه ويصبر أهله. ويصبرنا جميعا. لكن هي دي صنة الحياة. أعزو لك. كان في تأثر بالغ. والحقيقة أنه أنا غلطت مبارح قبل المتش. لما تلقيت الخبر وبلغت كاملت الخطيب. فتقريبا طول فترة المتش وطول الليل كان زعلان جدا. وبقي متوتر بشكل كبير. وفي حالة حزن على فراق الكابتن عادل إيكل. طبعا. وطبعا المجلس إدارة كله كنت حارسين على حضور الجنازة. والعزن إن شاء الله يوم الأربع في مسجد أمر مكرم. ويكون كلنا موجودين. وده دي عيلة الأهلي. لما بنفقد عنصر أو عضو منها. الكل الحقيقة بيتداعى وبيكون في حالة تأثر. خصوصا مثل هؤلاء العظماء اللي بيسهموا في مسيرة النادي. فرحم الله الكابتن عادل هيكل. وجزاه عنا خير الجزاء يعني. طيب. سيدة إبراهيم ببساطة شديدة لأنه حضاك كمان رئيس لجنة شؤون العضوية المفوض من مجلس الإدارة. تمام. لموضوعاته العضوية ومساعدة الأعضاء وما إلى ذلك. البعض بيقول هو النادي الأهلي بيعمل إيه؟ وبقالهم شهرين وجان دماغنا وليحة وحوار مجتمعي. ومش عارفين يعملوا ليحة وأنا عملت ليحة في ربع ساعة. حاجات كده يعني. هو صحيح النادي الأهلي يخد وقت طويل ليه في إعداد هذه اللايحة يعني؟ لا أنا بس أصحح لحضراتك المعلومة إحنا ما خدنا الشهرين. إحنا خدنا من ستة لثمان شهور عشان نطلع اللايحة دي. الأقاب من ستة لثمان شهور. آه. ليه؟ لأن ده النادي الأهلي ولأن دي الجمعية العمومية للنادي الأهلي. فلما يتعمل لها حاجة يتعمل لها حاجة محترمة تليقوا بيها. تليقوا باسم النادي الأهلي. بتاريخ النادي الأهلي. بعراقة النادي الأهلي. بجمعيته العمومية. اللي على مر التاريخ كانت مضرب للأمثال. آه. لازم نتعب عشان نبع عند حسن ظنهم. السلام. آه. خدنا عهد على نفسنا من آه. من آه. قبل ما ربنا يوفقنا في الانتخابات. إن إحنا قبل سنة أو خلال السنة أولانية. حيكون عند الجمعية العمومية نعرض عليها. آه. ليحة ونظام أساسي للعمل. يليق باسم النادي الأهلي. ويحل محل اللايحة أو اللايحة الاسترشادية. اللي هي كانت مقررة من اللجنة الأولمبية. فده اللي الشرقان عليه. ويمكن خرج كنت طبعا من الناس اللي حضرت معنا اجتماعات كتيرة. طبعا. واللجنة المركزية. ازاي؟ كابتن محمود. وكل اللي موجودين. كانوا مصممين ان العمل ده يطلع للنور في الوقت اللي حددناه للجمعية العمومية. فده واقع احترامنا. وده الاحترام. والموروث المتبادل اللي ما بيننا ما بين الجمعية العمومية. اللي ما بيننا ما بين جمهورنا. أخذنا على كده في النادي الأهلي. لما نعمل حاجة نعملها صح. ونعملها بما يليك باسم وتاريخ النادي الأهلي. وطبقا للمصلحة الحكيمة للنادي الأهلي. ما فيش حاجة عندنا أي حاجة شخصية. الحمد لله. وما ينفعش تعمل اللايحة. وبعدين ستحتاج تغير اللوايح. لأن اللوايح دايما كده. ده نمط الحياة. بمجرد الانتهاء منها سبراهيم. مجلس إدارة قرر أنه يعني يتم فتح حوار مجتمع حول اللايحة. وبالفعل من اتناشر تمانية. حتى الآن هناك حوار. حتى أصبحت لدينا الآن وثيقة مهمة جدا. وهي اللايحة في صورتها النهائية. اللي هيتم التصويت عليها ان شاء الله. وانا عجبني جدا الصورة كمان اللي في الخلف. اللي هي جايبة الصورة لأول جميع عمومية النادي الاهلي أو المؤسسين سنة 1900. آآ وسبعة حاجة حاجة عظيمة جدا. هو ده النادي الاهلي. آآ. وهو ده اللي بنستمد منه على فكرة روح آآ روح النادي الاهلي سواء في اي قرار بناخده. او احنا قاعدين في مجلس إدارة. او احنا بنناقش اي حاجة. بنحاول نحافظ على اللي حضرتك. التاريخ. والاسم اللي حضرتك وريته للجمهور دلوقتي وللناس كلها. طيب بتستقبلوا ازاي الانتقادات الوجهات اللاحخ خصوصا لما تجي من اشخاص مش اعضاء جميع عمومية اولوهم اللاقب النادي الاهلي. يعني ابناء النادي من حقهم. يقولوا ويدلوا بدلوهم. والحياة الناس كلها سعيدة بحالة الحوار بنتفق او مختلف. وشفنا حالة فريدة من نوعها. لكن الناس مالهاش علاقة بالنادي الاهلي وليست اعضاء فيه. وربما تكون في اندية منافسة مثلا. تطلع تنتقد او يوجه سلبه. اولا احنا نزلنا المشروع اللي في الاول. او المشروع اللي نزل للناس. وكان الغرض منه استقبال النقد. واستقبال الكلام ووجهات النظر. احنا مش منزهين حرارة. اي لايحة ده اجتهاد بشري. يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ ويحتمل وجهة النظر. دي وجهة نظرنا. فكنا محتاجين نسمع وجهة نظر قطاع عريض من الاهلوية. القطاع المهم من الناس طبعا الجمعية العمومية. اللي انا بوجه لها الليحة دي. لانها ده نظام ادارة النادي داخليا. وفيه جزء طبعا يا مس الجماهير. اه انما اه كنا محتاجين نسمع ده. وقلنا احنا من اول يوم واحنا بنمهد او احنا جايين لمجلس ادارة. قلنا ان احنا فيه حاجة جديدة بنقولها اسمها عائلة النادي الاهلي. عائلة النادي الاهلي بتضم كل الناس. كل الناس اللي موجودة في المنظومة النادي الاهلي. الجمعية العمومية بكامل الهيئتها. مجلس الادارة. العاملين والموظفين اللي انا بشكرهم جميعا على فكرة. حضراك الناس كتير قوي شكرت في النظام العضوية والحاجات التطويرات. ده الفضل الاساسي يرجع للعاملين في النادي الاهلي والعاملين في قطاع الاشتراكات. والناس المسؤولة عن القطاع ده. وبشكرهم شكر جزيل. لانه هم اللي قالونا نبض الناس. وقالونا ايه المشاكل اللي وجهتهم. حاولنا بقدر الامكان ان احنا نتلاشاها. فجئنا بقى بتفاعل تاني جديد. اللي هو جاي من الجماهير. اللي هي مرتبطة بالنادي الاهلي. اصلا النادي الاهلي ده سالش ريف ده ارتباط اه يعني. مش عارب اقول ايه. اه بالضبط. يعني زي 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 ولادك كده. طبعا. يعني ده ارتباط ما ينفعش ولا يباع ولا يشترى ولا يتاجر به. فاللي مرتبط بالنادي الاهلي مرتبط به. واللي بيحب النادي الاهلي. واللي بيحب ناديه منتمي ليه مهما حصل اي حاجة. ففجئنا ان الناس بتقول طب حاولوا كده وعملوا كده. وفيه مستشارين طبعا اجلاء. قابدوا وجهات نظرهم. وقالوا وجهة نظر قانونية من ناحية قانونية. في ناس غير اعضاء. قالوا وجهة نظر في حاجات معينة. تمس النادي الاهلي ككيان. في ناس قامات اقتصادية. قامات فنية. ليسوا اعضاء بين الجمعية العمومية. انما كان نفسهم يدلوا بدلوهم في لايحة نظام اساسي النادي الاهلي. عشان ده شرف. ان حضرتك تقول في يوم الايام. انا قلت رأيي او ساهمت ولو حاجة قليلة. في لايحة النظام الاساسي النادي الاهلي. كان فيه فكرة اعتقد ان الناس اللي هتشارك في هذا اليوم. واحنا متوقعين انه هم يكونوا افواجا يعني. وان شاء الله نوصل لعشرين الف ونزيد. ممكن ازاي انا اقول لولادي مستقبلنا ساهمت في صناعات هذا الدستور. مفكرتوش في حاجة مش نكرر بها الناس. نعلم بيهم الناس. يعني عشان نحلق نوع من التحفيز كده. اه طبعا. في في افكار كتير اترحت. وآآ يعني يمكن كابت المحمول الخطيب كانت كلم في حاجة زي كده. بس انا مش هقدر يعني. افصح اكتر من كده. لانها لسه بتناقش في مجلس ادارة. وحراك عارف ان مجلس ادارة ممتد لحد ليلة الجماعة العمومية. وسيتم اتخاذ قرار ان شاء الله. عشان حسس الناس دي انها في يوم الايام بعد سنين طويلة تقول لولادها انا انا شاركت في الجماعة العمومية دي. انا قلت انا قلت رأيي على فكرة اللايحة دي انا كنت موجود فيها. فحنحاول نميز الناس دي طبعا. وحنحاول يبقى في حاجة بنفكر فيها. وان شاء الله هنفسح عنها عندما يتم اتخاذ القرار كعهدنا دايما في القرارات النديدة. طيب خلينا اخد حضرتك كده في بعض الملفات والقضايا اللي ما نزهاش من الحديث فيها. علشان آآ نشوف ازاي اعضاء الجماعة العمومية صنعوا اللي حيتهم باديهم. بالاضافة لما تود ان تطرحوا حضرتك. عايزة حدا كان بعض العنوين. ابرز التعديلات. نبدأ الاول كيف حافظت آآ آآ لائحة النظام الاساسي على حقوق المرأة وسوتها بالرجل واعطتها حقوقها في وقت كانت الحقيقة اللايحة الاسترشادية وبعض اللوائح لطوعة المرأة. طيب استاذ شريف انا بس قبل ما لدخل في الحتة دي عايزة اقول الحاجة احنا آآ اللايحة دي احنا عملنا مكهود فيها كبير قوي. جميعنا آآ مجلس الادارة الجميع المشاركين السادة المستشارين. وهاخد من كلمة كابتن محمود خطيب اللي هي مرفقة مع اللايحة. آآ. لجمعية العمومية. آآ. آخر سطرين فيها بس. اللي هي بتقول. فالحق لكم ان تقروا هذا المشروع فيصبح هو لائحة النظام الاساسي للنادي الاهلي. او ان ترفضوه فيستمر النادي الاهلي في السير على اللايحة الاسترشادية. احنا عملنا اللي علينا. واجتهدنا بقدر ما ربنا وفقنا. وقدمنا منتج آآ. ازعم انه محترم وانه يكون معيار للوائح في مصر لبقية لبقية الاندية. بس احنا ما بنجبرش الجماعية العمومية. احنا كل رأيه كل رأيه الجماعية العمومية يحترم. لو الجماعية العمومية وفقت. هنشكرها ونقولها شكرا قدرتي. ويبقى احنا كنا عند حسن ظنكم. لو رفضت هنشكرها ونقولها انت يديت لنا آآ آآ اضاءة ان احنا متجين نبزل مجهود اكتر. ففي جميع الاحوال اهم حاجة تهمنا تواجد اعضاء الجماعية العمومية وانه هما يشرفونا وانه هما يقولوا رأيهم ويساهموا معنا زي ما ساهموا في الاراء. طبعا. لانديهم وهذه قضيتهم يعني. طبعا. نرجع بقى اللايحة بصفة عامة او اللايحة في حتة الهدوية. اه بصورتها الهائية. هي مستنبطة من روح القانون على فكرة. ومن ان القانون بالامانة على قد ما كان فيه مشاكل وقلنا ان فيه بعض الاخطاء اللي في التطبيق ظهرت. لكن كان فيه ميزة اساسية وهي ان القانون ادى حرية مطلقة للجماعيات العمومية انها مرر مصرها. وانها تحدد كل حاجة. وبنان عليه كان عندنا من المتسع كبير قوي ان احنا نشوف ايه المشاكل اللي قابلتنا. يعني انا يمكن كنت تقود مجلس ادارة سنة 2000. ومن سنة 2000 لحد مرجعت تاني النهاردة. فيه مشاكل كتير كنا بنقف عجزين عنها عندها. عن حلها. مشاكل دايما متصلة بحتة العضوية والاعضاء. لان ده الحاجة الرئيسية اللي بيتمسوهم. وده الارتباط الديريكت او المباشر مع النادي. ففيه مشاكل كتير. فيه مشاكل كانت عند المرأة. يعني ما يصحش ان انا عضوة النادي الاصلية. ومدخل جوزي. وبعد ما دخله عضو عامل بس يتابع ليه. وتنازل عن عضويتي ليه. فدي حاجة. قلنا لأ المرأة ده دي شخصية مستقلة. مستقلة. فهي لما ادخل جوزها بجوزها هو اللي تابع ليها. جوزها دخلها تبقى هي تابع ليه? بالضبط كده في الحالتين. المنطق لان. يبقى هو فيه معاملة هنا بالمسل. الراجل زي السيد. وعلى فكرة وحدنا كل الانظمة في التحويل بالنسبة للابناء والبنات. فيما عادة بس دينا ميزة للبنات ان البنت لو ومش متجوزها. والدها اللي بيعولها فوق سن 25 يقدر يضمها على عضويته. بس هتفضل تابعة بقى عضوية تابعة. لما تيجي تفصل هتدفع فلوز. لكن ادينا له فرصة انه ان البنت ليها مكانة في المجتمع المصري. فادينا فرصة. فانفاصل فواحد وعشرين او خمسة وعشرين. طب ايفرد هو جيه بعد الخمسة وعشرين سنة. ما فصلش. لأ جات. هو اساسا عمل عضويته وبنته اكبر من خمسة وعشرين سنة. يضم. انا كنت مدي للشقيقة انه يضم حق الشقيقة. طب ما البنت اولى. فادينا فرصة انه يضم البنت بنته اللي اكبر من خمسة وعشرين سنة. الى ان تتزوج فتصبح مسؤولة من لأ. تصبح مسؤولة من من شخص تاني. عضويتها تتفصل بقى تاني. فادينا للمميزات. ما ايش اشرفها من النقطة دي فان. يعني اه شخص ما اتقدم الوضعات الديد الاهلي وبنته اكبر من خمسة وعشرين سنة. قبل كده في اللي. فاحدك هتعمل لها عضوية تابعة. ما فيش مشكلة. قبل كده تدخل خالص. ما كانتش بتدخل النادي. وعندنا مشاكل لحد النهاردة. يعني فهو كان العضو يقول لك. طب انا بنت. دي بنت. لو ولد. هو مسؤول عن نفسه يعمل عضوية. لكن دي بنت اعمل فيها ايه. فخلينا تدخل عضوية تابعة لي. الى انت تتزوج. تنفصل هي بقى. طيب. على سن ثمانية وعشرين ثلاثين تزوجت. وحنا رفين. خلاص. طب انا مسؤولة عن. من زبها. تنفصل بقى. لو جزء مش حضو في النادي. خلاص. هم الاتنين ما يبوش عضا. لا هم الاتنين ما يبوش عضا. ما ينفعش. ما ينفعش. انا بديتها ميزة مؤقتة. عشان والدها هو اللي بيعولها. فدي. انا بعتقد انه ما فيش حد يجي يعمل عضوية يعني يقب في الستين. ولنتو عندها خمسة وعشرين. لكن. لكن شيء جميل برضو ان ان انتو تبقوا حتى ده. في حالات او مدخلات انسانية. مدخلات الانسانية دي متشابكة. ويعني. زي ما بيقولوا. يعني احتمالياتها كبيرة جدا. ما اقدرش احصرها. بقدر الامكان. قدرنا نحصر حالات كتيرة. وقدرنا نحلها. يعني. في حالات مثلا. انا حقول لحضرك. انا معي حالة. بدون ذكر اسامي. لولد. طفل. طفل صغير. اهي. طفل كانت عضو تابع لولدها. رحمة الله عليها. الطفل ده. والدته توفت. وهي بتولده. لا حالة. وما كانتش عضو عامل. وبالتالي. جزهة. ما بقاش عضو عامل. فالست. بقت بره. آآ. سوري. آسف. جزهة. بقى بره النادي. والطفل. وبناء عليه الطفل. اتقدمه بطلب. عشان ينضم على العضوية الجد والجدة. فالنهار ده. العضوية دي تعملت له. اعتقد في 2015 او 2016. بعد اللايحة الاسترشادية. جوم يجدده. قال له. لا ده خلاص. مش عضو. ولا يسمح له بدخول النادي. آآ. طبقا لها. دي حالات انسانية احنا كنا بنقابلها. وما كنا ش بنلاقلها حل. طب دي تتحلل بعد. 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 يرجع الولاد ده. ان شاء الله. وياخد عضوية تانية. ان شاء الله. بإذن الله. فاحنا حاولنا بقدر الامكان ان احنا نراعي الابعاد الانسانية. نراعي ايه اللي الاعضاء محتاجينه. نراعي ظروف اللي بتحصل. في حاجات كتيرة متشعبة. طبعا ما اقدرش ارضي جميع الاسواق. ما فيش حاجة تقدر ترضي الناس كلها. وارضة الناس غير اللوايح. ولا يتعارض مع. يعني ما يضرش الاعضاء. ده اللي حاولنا فيه. او دي الفلسفة اللي اشتغلنا بيها. طبعا. عايز ارجع برضو وعلق. لان فيه ناس كتيرة قرت اللايحة. وتمعانت فيها. وشافتها. وادركت الفلسفة اللي احنا قمنا او حطينا اللايحة على اساسها. وهي ان احنا ما حطناش مبالغ معينة في رسوم اللايحة. طب ليه ما عملناش الكلام ده؟ في رسوم العضويات. في رسوم وتحويلها. وان انا اكتب مبالغ محددة. ليه؟ لان الحالة الاقتصادية وديعة حسنها كلنا. في حالة تضخم. لو حطيت مثلا الف جنيه او تلات تلاف جنيه النهاردة. ممكن بعد عشر سنين المبلغ ده يبقى قليل جدا. في نفس الوقت العضوية سعرها بيزيد جامد جدا. فلو حطيت خمسة في المية او عشرة في المية. ممكن المبلغ لو العضوية وصلت لرقم كبير يبقى المبلغ مبالغ فيه. عشان كده قلنا طبقا لما تنص عليه اللوائح والقرارات المنظمة لشؤون العضوية. المجلس الادارة ممكن يعملها بقى وقتها بالزبط كده. او من آن لآخر يعني. بالزبط. ففجئنا يعني انا فجئت بايه 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 باي يعني. بعض الانتقادات. اه طبعا في انتقادات. لكن ممكن تكون عشان ما كانتش الصورة واضحة بالنسبة لهم. يعني احد الانتقادات قالك. ما طبعا عشان يطبخوا اللوائح يطبخوا ليحة المالية بتاعتهم ويدبخوا اللوائح. اه اللي عايز اقوله ان اللايحة المالية هي منباسقة من اللايحة المالية الموحدة للاندية الرياضية اللي منباسقة من قانون الرياضة. اللي انا مكتهتش فيها. بالزبط. وهي وليحة وليحة واللي تحتها لايحة العضوية هي لوائح يتم اعتمادها من الجامعية العمومية فحضرتك في الآخر صاحب القرار طب ليه احنا طلعناها من هنا من اللايحة الأساسية حطناها في اللايحة المالية لأن اللايحة القانون للأسف بينص على أن عشان أغير ليحتي الأساسية لازم جامعية عمومية غير عادية لكن اللايحة المالية المنظمة للشؤون اليومية وليحة النظام العمل والكلام ده كله فأقدر أغيرها بجامعية عمومية عادية يعني لو شفت حاجة السنة جاء أجي وأقول الجماعة العمومية العادية اللي بعد الجماعة العمومية الغير عادية دي ممكن أعرض فيها اللايحة المالية لكن في الآخر أي حاجة تمس شؤون العضوية عدد العضويات سعر العضويات الاشتراكات الجديدة زيادة الاشتراكات الرسوم كل ده سيبقى في اللايحة المالية للنادي الأهلي تحت بند الاشتراكات ولا يعتمد إلا باعتماد الجماعية العمومية يعني لا يفعل غير باعتماد الجماعية العمومية ففي الآخر الجامعة العمومية هي صحبة القرار لو شافت اللي احنا من اقترحوا عليها صح هتنفزه ما شافتوش حيبقى حيبقى لها رأيه آخر أفهم أنه مجلس الإدارة ومعد اللائحة كانوا حرصين على تعظيم دور الجامعة العمومية حتى لو كان على حساب أو انتقاص صلاحيات وتقليص صلاحيات مجلس الإدارة والسيبراهيم بصراحة جاوبني يعني أقول لحضرك بمنتهى الصراحة ده الحجر الأساسي اللي بنين عليه اللائحة كلها أولا حضرك نصا في اللائحة بنقول الجامعة العمومية هي أعلى سلطة حاكمة داخل النادي الأهلي ده نمرة واحد وبناء علي هي صحبة القرارات احنا كنا شايفين مثلا أن التعديل لو الجامعة العمومية مقترحة الجامعة العمومية هي مقترحة لازم تكتمل الجامعة العمومية غير عادية عشان تعتمده لكن لو مجلس الإدارة مقترحه يعتمد قالت لا أنا اللي بعتمد كل حاجة وفقنا ونزلنا على رأي الجامعة العمومية وقلنا في جميع الأحوال لو جامعية ما اكتملتش أو ما اعتمدتش انتهى الموضوع هو قرار في مادة كانت ذكرت برضو في المشروع الأولاني بتقول أن العضو ملتزم داخل وخارج النادي يعني عايزة أقرها لحضرتك بالضبط معلش أنا بقى حقرها لك من حتة تانية أولا يتعين على العضاء احترام نظام النادي وقرارات مجلس الإدارة والتعليمات التي يضعها فإذا خالف عضو أحكام هذه وقرارات يصدرها مجلس الإدارة أو وقع منه ما يمس بنظام النادي أو حسن سمعة العضو سواء كان ذلك داخل النادي أو خارجه أنا بقى أرى الحركة من لائحة 2014 مادة 111 لائحة 2017 يعني 2014 ده كابتن حسن حمدي و17 المهندس محمود طاهر كل احترام التقدير طبعا للسادر طبعا أحكام القانون أو لائحة النظام الأساسي أو التعليمات واللواح وقرارات التي يصدرها مجلس إدارة وقع منه ما يمس بنظام النادي أو حسن سمعة العضو سواء كان ذلك داخل النادي أو خارجه يعاقب بالعقوبات المقررة في المواد كذا دي لايحة 2017 مجلس إدارة المهندس محمود طاهر اللايحتين دول اعتمدوا من الجامعية العمومية وتوافق على البند ده ولا بتعتمدوا من الجهة الإدارية ولا بتعتمدوا من الجهة الإدارية يعني جماله النهاردة لما فتحنا حوار مجتمعي الناس قالت لك يعني إيه خارجه داخل النادي يعني إيه أنت تعمل حسابي خارجه داخل النادي في حين أننا كان المقصود أننا بحافظ على صحة وعلى فكرة فيه ناس اعترضت أن البند ده يتشال وقال لك النادي الأهلي مميز في الحتة دي بس الأغلبية قالت يتشال فلما عملنا الحوار المجتمعي نزلنا على رأي الجامعية العمومية ونفي هي نفس الجامعية العمومية اعتمدت ده في 2014 و2017 بس عشان دي ميزة الحوار واحترام الجامعية العمومية إنما مع كل تقديرنا في المرتين اللي فاتوا تم تقديم اللي حالة التصويت واحترامنا للمجالس اللي موجودة واحنا بنينا عليهم على فكرة يعني إحنا بنينا على لايحة 2014 تم الاستفادة من 2014 و2017 و2017 والاسترشادية فأنا قصدي أقول لك إحنا النهاردة المجلس عمل حاجة جديدة ويعني رسخ حاجة جديدة وهي الحوار المجتمعي إزاي الحوار المجتمعي ده بيخليك توصل لحاجة كلنا نبا متفقين عليها وكلنا نبا راضين عنها لأننا شاركنا فيها وحناخد برأي الأكلبية فيها عظيم طيب إذن كده فيما تعلق بالمرأة تم مساواتها تماما بالرجل والحفاظ على حقوقها وتاني نذكر إذا توفي عنها زوجوها وهي يعني عندها أطفال ومعندهاش أطفال فكرة الطلاق الأمور اللي كانت عاملة مشاكل ديها السيد إبراهيم شوف إحنا يعني أنا ممكن تباعت حلقة حركة مع السيستار وهو شرحها كويس قوي لا في حاجات كتير قوي فيها لو الزوجة مثلا توفية عنها زوجوها هي بتاخد العضوية كان محطوط شرط ست شهور أو كده لا تبلغي اقترحت لتلات سنين عشان تفصل عضويتها لا إحنا فتحناها لأننا قلنا حالات الوفاء ساعات بتاخد من الحزن أكتر من الإزم وحن اعتمدها من الجماعية العمومية في اللايحة المالية العادية بتاعتنا دي الزوجة لو زوجها زي الحالة اللي قلتها لحضرتك بس في حالة بقى أن الزوجة ما أضفتش الزوج ما أضفش زوجته ولا أولاده الولاد حياخده العضوية العاملة من الأب وحيبقوا أعضاء تابعين والأمة حتدخل كحاضنة واتباحهم ويكملوا حياتهم جوه النادي ودي ميزة عشان الغرض الأساسي مش أننا بنبيع العضوية الغرض الأساسي أننا بحافظ على أسرة النادي الأهلي وأبناء والولاد والمجتمع أنا بحاول أننا أساهم أننا أطلع فرض يعني سوي لمجتمعين لا قدر لحصل انفصال والزوجة كانت هي العضو الأساسي لضمت زوجها تعود العضوية برقامها الأديم إلى الزوجة والزوج إذا كانت متنطبقة للشروط يتحول العضو عامل أو يدفع إذا ما كانت شبنها بالضبط وكان فيه برد وهنا يعني أحد التعليقات اللي سمعتها أن أنت عامل الزوجة الزوجة إزاي عضو تابع وهي صاحبة العضوية لا هو اختلط الأمر لو الزوج متجوز زوجة هي العضو العامل الأساسي وهو بقى عضو عامل تابع ليها النهاردة بس هو تجوز ثاني أو ثالث أو رابع وده ما قدرش ألغي ما قدرش أشتغل ضد الشراعي لكن اللي أقدر أعمله نقدر أقننه بقى أولا حطينا شرط أنه هو عشان يضيف أي زوجة جديدة لازم ياخد موافقة الزوجة الأصلية اللي كانت صاحبة العضوية اللي كانت صاحبة العضوية هو حر بس برضو بحط الشروط عليه بحط الشروط عليه الثاني حاجة الزوجة الثانية والثالثة دي بتبقى عضو تابع ولا تحول وعندها رسوم الرسوم اللي هنقرر عليها عشان تبقى عضو عامل أنا بمنع في حالات مش كل الناس زي بعضها لكن في حالات ساعات في العضويات أو الكلام ده كله أنا بحفظ حقي كنادي في نفس الوقت بحفظ حقي الزوجة اللي هي العضوية الأساسية بنت النادي اللي هي مدخلة زوجها ساعات فيه أزواج بتضيف زوجات من وراء زوجاتهم لا أنا بحفظ الكلام ده وبقول أن هي صاحبة القرار وهي صاحبة القرار النهائي فأنت الوقت حطيتوا الشرط إنه لازم يبلغ الزوجة لازم تعرف بتعمله خير الحاجة زوجة بتعمله خير الحاجة زوجة ده الحقيقة يعني سيداتي من النادي تبسطوا جدا من مجلس النهار يعني بتقول لنا مشاكل زوجة زوجة بالظبط كده بس يعني ده يعني خلينا ده حق الزوجة وحق أي ست هي صاحبة العضوية الأساسية حقها أن هي تدير العضوية دي أو هي تلوبة مسؤولة عن أي حاجة بتحصل على عضويتها ده والقدرات الخاصة والله إحنا حطينا يعني دي ما كانتش موجودة قبل كده حطيناها إنها من الواجبات على النادي الاهتمام بزوي القدرات الخاصة دي محطوطة في الآخر وفرقنا كمان ما بين الاحتياجات الخاصة الزهنية والبدنية البدنية ده بيبقى محتاج مساعدة لكن الزهنية بيفضل محتاج مساعدة طول عمره فالنهاردة الزهنية ده بيبقى غير مكتمل الأهلية فبيفضل عضو تابع طول عمره لا يجوز له التحويل العضوية عاملة فالنهاردة بيحصل إنه هو بعد سن 25 سنة بيفضل بيكمل عضو تابع لولده والدته والمهم إنه هم بيقدموا الورق الدال على إنه هو يعني احتياجات خاصة طيب لقدر الله الوالد والوالدة توفوا وأصبح هو عضوية تابعة ساعات الناس قبل كده كانوا بتتلغي عضويته لا خلينا يكمل ساعات عشان أسهل عليه والمصاريف وإنه هو معهوش مصاريف العضوية دي ما كانوش بيقدره خلينا يقدر ينضم لمن يعوله سواء أخ أو خال أو أي حد من يعوله بجواب رسمي بينضم ليه ويبقى عضوية تابعة لمن يعوله لأنه هو في الأصل كان عضو نعزيم جينا بقى على زاوي الاحتياجات الخاصة البدنية أو اللي هو بيبقى محتاجة زي يعني أي حد محتاج مساعدة مساعدة عنده مشكلة عشان الأطفال إعاقة للزبط كده الدينالو إنه هو بيبقى عضو تابع لكن لو هو وبيسري عليه نفس ما يسري على العضوية العاملة إنه هو بعد سن 21 أو 25 بيحق ليه تحويل العضوية العاملة المستقلة طيب افرد هو أهله اشتركوا وهو أكبر من كده بدخلوا عضوية تابعة لأنه ما ينفعش مسلا إنه هم يقولوا لا أنت كبرت فتفضل في البيت دي بتبقى حالات إنسانية أنت محتاج تساعد الأهل فيها فبتخليك بقدتهم فرصة إنه هم يدخلوا لكن الناس دي بتقدر تتجوز في حالة وما بيبقى عضو عامل وبيخرج بقى لأنه في من يعقوله دلوقتي أو ياخد باله منه صحيح طيب خليني أثير مع حضاك بعض القضايا اللي شوية خادت قدر من النقاش والجدل وبعدين الناس أحيانا عايزة تطمن أكتر رغم إنه لا اكتهاد مع النص والنص واضح وصريح واضحك أتقوله لنا أهل مدينة ناصر هتفتحوا فيه لايحة نصة إنه تفتحوا فيه عضويات منفصلة يعني أخد هناك بـ 120 ألف زي الشيخ زايد عم بحس إنه أنا كاش عضو عامل أدخل كل الفروع ولا أكون عضو جميع عمومية ولا الكلام ده غير حقيقي ووضع مدينة ناصر إيه في اللقاء قولاً واحداً لا لا هنا مدينة ناصر إيهة وضع مختلف شوية قانوني قانوني مختلف شوية يمكن إحنا النادي الأهلي كان سباق وسابق دايماً يعني النادي الأهلي دايماً عنده مشكلة مع كل الجهد إنه هو دايماً سباق رقم واحد لا بيفكر أسرع شوية من الناس فإحنا عملنا اتعامل فرع مدينة ناصر في بداية تسعين في بداية تسعين ما كانش في حاجة اسمها في روح ما كانتش الناس تعرف يمكن أول نادي يجي بعدين أعتقد نادي هيليوبلس ونادي السويد بعد كده فما كانش معروف وما كانش معتاد القصة دي فالناس ما جمعتش اللي كانوا بيديروا الرياضة ساعتها قالك لا ده يعني زي وزي الأصل أنت بتعمل عضوية واحدة فقولاً واحداً لا طب إحنا فتحنا فرع مدينة ناصر سنة 96 96 أعتقد أول لايحة تنص على الفروع كانت لايحة 85 اللي هي 85 لسنة 2008 بل لوائح لما بتنزل ما بتنفذش بأثر راجعي 2008 2008 هي كانت حسن سار بالضبط فاللايحة دي أول لايحة تنظام لي نظام الفروع من 96 لألفين وتمانية عندي اشتراكات بديت نصرية كزيرة وكزيرة بالضبط كده بالضبط كده طب إيه قصة مقر وقصة فرع عشان أنا يعني أنا بحب أدخل في المواضيع أستاذ شريف والحمد لله يعني وده مهم ما عنديش أي غرض وما بحبش من قصة أن أنت تمس أصلا الجماعة الناس هتزعل منك أصلاك هتخسر في مش عارف إيه يعني الحمد لله أنا في يوم من الأيام سبت مجلس الإدارة بكامل إرطتي عشان أنا ما كان ليا وجهة نظر كان ليا وجهة نظر مش ده مجاله خالص فأنا بقول ما يلي علي ضميري مش أكتر من كده أي شركة أو مؤسسة في العالم مقر واحد ليها أصل ليها أصل والأصل ده هو المقر الرئيس أو المقر الرئيسي والأصل ده اللي منه ينبسك كل الفروع التانية يعني مثلا الشركة اللي بتنتج الموبايل ده ديه في أمريكا عشان توفر ويبقى الصناعات أقل بتصنع في الصين بتصنع في الصين صنع في مصر لكن ما هوش الأصل لكن لما تيجي تبص على الجواب بتاعها أو أي مكتبات تلاقي الهاتف آفس مكتوب في الحتة الفنانية بالزبط كده نفس القصة النادي الأهلي ليه أصل وبرضو ده ياخدني لقصة تسمية النادي الأهلي بالجزيرة ليه النادي الأهلي بالجزيرة لأنه هو كده من وقت ما أسس وإشهاره كده وليحة 2014 و2017 لما قالت قالت النادي الأهلي لرياضة البدنية بالجزيرة يعني هذه اللايحة لم تضفها ياسوب إبراهيم لا لأ لأننا عشان أغير ده أولاً محتاج أن أنا أعيد ألغي تماماً وأعيد إشهار من الأول وجديد وأخذ رقم جديد وسنجديد وأخذ رقم جديد احترامي للجميع لكن ده النادي الأهلي اللي بنفخر بيه وأعتقد كلنا لما دخلنا النادي أول مرة عشان نعمل عضويتنا افتخرنا أن إحنا رحيين للنادي الأهلي فينا يقلل منه أو ما يدلوش ميزة أو ما يفتخرش إنه هو ينتمي للنادي الأهلي ده فإحنا مش عايزين ندخل في حاجات أضرارها أكتر من نفعها فإن عضو مدينة نصر وإحنا كلينا من أعضاء مدينة نصر بروح مدينة نصر هو نفس عضو الجزيرة وأنا عملت عضوتي في الجزيرة بس أنا برتد مدينة نصر إنها أقرب إلى سكني إنه ضبما الملاعب والإمكانات هناك أكتر حتى من الجزيرة بس خليني أقول أرجع للجمعية العمومية وأقول إن هما الناس في مدينة نصر ليوم حق في حاجة معينة ليوم حق لأن المساحة ما بقتش مستوعبة أكتر من كده فهو تخوفهم في محله تخوفهم لأن النهاردة القانون بقى يسمح لك إنك تعمل عضويات فروع عضويات فروع فهم تخوفوا إن القانون سمح لنا بدأ فإحنا نعمل نعمل أنت قلتوا لأ وهم عندهم ثقة لكن هم عايزين يطمئن إحنا ما قلناش لأ بس إحنا ما اكتفناش بكلمة أي من هم عايزين يطمئنوا بمستقبلا كلمة لأ دي حتلزمني أنا كمجلس إدارة حالي لكن اللي بعدي ممكن ما يباشع عشان كده إحنا قلنا لما رحنا وحضرنا وعملنا الندوة اللي كانت في مدينة نصر وقعدنا وتنقشنا مع الناس الناس قالت لأ مش عايزين عضويات جديدة فنزل النص اللي هو يعامل فرع مدينة نصر معاملة النادي الأصل من حيث شروط قبول العضوية يعني يعني اللي أنا معرفه هنا اللي هو بيرتاد جميع الأندية اللي هو اللي اشتراقه مش مخفض هو ده بس اللي بيدخل مدينة نصر وهو ده بس اللي بيدخل الجزيرة وبنان عليه لو عملنا عضويات عاملة زيادة حيدخل مدينة نصر حيدخل التجمع حيدخل لو فتحت في أسر سيوت حي في خارج مصر في تنزانيا أو في أي حتة في أفريقيا ودي على فكرة من خطط لمجلس الإدارة حيبقى من حق ويدخل فيها فالنهاردة ده عضوة أنا اللي بسأله هل حضرتك في مدينة نصر أو في الجزيرة ما فيش حاجة اسمها عضوية مدينة نصر أنا يعني من وقا أنا داري بتدايق من القصة دي ما فيش حاجة اسمها عضوية مدينة نصر وعضوية جزيرة إحنا نادي واحد عشان دي عمل دايما بتعمل المشكلة في الفرق الرياضية وحساسية في الفرق الرياضية أنا عايز الناس وبترجاهم علموا ولادكو إن هو النادي الأهلي بس آه إن نادي كلنا بننتمي للنادي الأهلي لكن كحقوق فيش فرق من جزيرة كده يمكن لما فرع التجمع يفتح يخف الضغط على شوية فيضروا يمسوا الرياضة أفضل بالضبط زي ما زيت فتح خف الضغط عن الجزيرة جامل ده معهم حق إن شاء الله مشروعات التوسع اللي هي كان ملاعب التنس الأديمة والجنين أو الأعادات اللي هتفتح فيها هتاخد آه آه والمنطقة كانت آه فهي جديدة برضو خلي بقى الحراج دي كانت بتاخد عدد كبير المنطقة اللي هي بتاعة ألعاب القوة بعد ما تترتب وتتوازن كل دي مشاريح حضرك بس إحنا إحنا لسه في أول سنة إحنا ما كملناش سنة كل ده هيسحب من الكسافة اللي جواه مدينة ناصر لكن برضو بأكد ما فيش عضويات فرع لمدينة ناصر بالنص في الليحة مش بوعد بس وبنصوص وعشان أغيره لازم أغيرها من خلال الجامعة العمومية وأنا بس بذكر الناس إن في يوم ما تم حط سنين مجلس الإدارة على عشان كان على مدينة ناصر نزلوا وقالوا لأ برضو حرك اللي حتقول آه وحتقول لأ اللايحة بقى بتقول لك إيه ده حقك لأ ده مش عايزين يعني أنا لو قلت لأ أو إن الجماعة ما كتملت شي فأنا عندي مشكلة كل المشاكل حتى تكلمت عنها تتعلق بالأسر المصري والحفاظ عليها هتفضل معلقة لإن هفضل عمل باللاحة الاسترشادية أهل مدينة ناصر هيفضلوا معرضين إنه أي مجلس في أي وقت يجي عايز موارد يقول لك افتح حضوات في مدينة ناصر فقط لأنه ما فيش حاجة تمنعه لكن اللي حديب تمنعه ده حي فبالعكس دلوقتي هذه الكرة في وده مش كلام الاستلاك المحلي ولا الاستفزاز الجميع عشان تنزل لإنه النادي الأهلي والجميع العالمية احنا بنتعلم منه ودايما أينما متى كانت مصلحة النادي الأهلي تجدهم في المقدم لكن الشيء بالشيء يسكر هقول لحاركك على ذكر اللي حارك قلته أولا هو مش فزاعة بنقولها للناس عشان تنزل وتعتمد لأ احنا ده عشان وده اللي احنا دايما متعودين عليه من الجميع العالمية للنادي الأهلي وأعتقد إنها هتضرب مثل ورقم قياسي لعدد اللي حضرين أنا مش متخوف من كده كده أنا بقول لحارك برضو ده قرار نهيئ حتى لو الليحة دي مع تومي ديتشي مجلس الإدارة الحالي هو ده اللي أقدر أقوله مش حيث قلتزم أدبيا إنه مش حيث لكن أنا معرفش اللي جاي بعدي إيه لما يعمل الليحة وتعتمد لكن لو الليحة دي اعتمدت هي نصة وباتة لي إنت أفلت هذا الباب بالضبط 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 اللي عايز أقوله كمان إن ودي حاجة مميزة جداً في الليحة وبنفتخر بيها إن الليحة دي انتقطت كتير قوي من الحقوق اللي كانت موجودة لمجلس الإدارة حتى في الليحة الاسترشادية وخلت كل حاجة في إيد الجامعية العمومية بالعكس الليحة دي قدت سلطات كبيرة قوي للجامعية العمومية أفادت الجامعية العمومية في بنود العضوية والناس اللي عندها مشاكل إن شاء الله كلها يعني فيه ناس كتيرة كلها بتتكلم وتقول إحنا هنيجي بعد ما نعتمد الليحة عشان نصلح أو أعضعنا فالاستفادة من الجامعية العمومية أكبر بكتير من استفادة مجلس الإدارة أنا القانون هنفس في ضوءه سواء الاستثمارات سواء العضويات هشتغل في ضوء القانون القانون يقدر يشغلني وأقدر أشتغل بالليحة الاسترشادية لكن مش هتبقى على مقاس ولا طليق باسم النذي الأهلي طيب حدك قلت حاجة مهمة جدا أثناء لقاء عائلة الأهلي في الشيخ زايد طلب لسادر أعضاء مد فترة السماح من 3 سنين اللي يقدروا رفعه فعال عضوية الكاملة من تاريخ افتتاح الفرع أو اكتسابه العضوية إلى 4 سنين وتم الاستجابة الناس اللي ما رفعتش العضوية تقدر تيجي ترفع العضوية إلى 1-2 مارس اللي جاي بنفس الفلوس اللي دفعه زماني بالزبط كده تطبق تمهدي ميزة عظيمة كمان للناس في الشيخ زايد الحقيقة يعني ميزة عظيمة لكن ما أقدرش أعتمدها غير لما الجماعة العمومية تعتمدها وتغير لي اللايحة وده قرار الجماعة العمومية قد يكون القرار ده مش مناسب للجماعة العمومية فلا يعني في حاجات كتيرة مميزات كتيرة يعني حاولنا بقدر الإمكان بما يحفظ مكاسب النادي لأن إحنا مؤتمنين على مقدرات النادي من الجماعة العمومية إن إحنا نعمل حاجة تبقى مناسبة للأعضاء يعني داخليا ومناسبة وطاليك باسم النادي الأهلي خارجيا بالنسبة للاستثمار أخبار الاستثمار إيه صحيح والشركات أنت هارضا أنت عندك باب كامل للاستثمار أنت أول نادي في مصر يأسس يبقى عنده باب كامل للاستثمار بيقول أنا هستثمر في إيه وإيه هي الشروط الشركات والأكاديميات بتاعتي اللي أنا بقننها والتأمين على الأعضاء إن أنا أوفر التأمين إنشاء المستشفيات النسب وإزاي أعد للنسب ده باب كامل اسمه باب الاستثمار النهاردة ولما قلنا قلنا أساسا قانون اتعمل عشان الاستثمار الرياضي وتعمل عشان أنا يبقى النادي الأهلي يمكن القانون ده في حتة الاستثمار أكتر نادي أو أول نادي كنسبق برضو النادي الأهلي في إنشاء قناة الاهلي وفي كل الاستثمارات وعايز أقول لحضرك حاجة برضو الشيء بالشيء يذكر إن إحنا قصة المقر حضرك لازم تبقى برضو عارفت إن القانون الرياضة والنادي الأهلي بيلمس مع قانون الاستثمار فحضرك لما هتبقى مسؤول عن شركات أو مؤسس لازم يبقى عندك مقر تقول إيه هو المقر فين عشان يذكر في البنود التأسيسية للشركات دي فعشان كده كان لازم أقولك قصة بتاعة مقر النادي الأهلي بالجزيرة وأنا برضو مش عايز أكن فيه كتير هو ده المقر للمخاطبات وليس يجعليم على الاتحادات أنا مش عايز أقول إن فيه ناس بتسيرها لأغراض معينة لكن حاجة تشرفنا كلنا إن إحنا ننتمي للأصل موضوع التمنسينين موضوع التعيين كل ده تم إلغاءه لاستجابة لقرارات الجامعية العمومية آآآ كل ده حرج يعني إحنا يعني تقريبا أولا يعني كل الاقتراحات اللي جات من الجامعية العمومية اعتمدناها رجعناها شفنا مدى قانونيتها مدى ملأمتها للقانون وبعدين اللوايح المثاق الأولمبي بعد كده اعتمدناها وغيرناها على حسب الأغلبية يعني فيه ناس كانت شايفة حاجات لكن الأغلبية ما كانتش شايفاها فقرارات يعني هل اعتمدناها ترجمة نانسي قress Everett دعوناها ج terror ترجمة نانسي قبل شركة جديد اشتركوا في Loge found out قتلة inde كنا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة